اشتركوا في القناة يونيت ايت الوحدة التمنى الوحدة التمنى في الترم التاني عنوان الدرس بتاعنا النهاردة social studies social studies دراسات اجتماعية زي ما احنا قلنا الوحدة دي كلها حاجات شيقة جدا احتفالات وحفلات ورحلات وافراح حاجات كتير جدا جدا social studies دراسات اجتماعية vocabulary يعني مفردات listen and repeat استمع وردد key vocabulary اللي هو مفتاح المفردات عيد الفطر عيد الفطر عايز تقولها ايد الفطر اوكي ده يقصد به عيد الفطر طبعا عيد المسلمين muslim festival muslim festival muslim يعني اسلامي festival يعني احتفال نقولها كمان muslim festival يعني احتفال اسلامي celebration celebration يعني احتفال اي احتفال في اي مناسبة اسمه celebration celebration كلمات الصعبة يا ولاد او الكلمات الكبيرة زي كده منطل تقسمها انت بتحفظها مش لازم كلها وتقول الكلمة دي صعبة خلاص مفيش فايدة لا السم هقول celebration celebration يعني احتفال fast fast يعني يصوم او الصوم نفسه اسمه ايه fast يصوم او الصوم نفسه كاحك كاحك اللي هو كحك العيد طبعا كاحك اسمه ايه كحك musk musk اللي هو جامع المسجد musk musk طبعا q u d ك نقول كمان عيد الفطر عيد الفطر اللي هو عيد الفطر muslim festival muslim festival muslim festival احتفال اسلامي celebration احتفال اي احتفال اي احتفال الفعلي يصوم او الصوم نفسه تيجي فعل و تيجي اسمه كمان كحك اللي هو كحك العيد بتاعنا musk جامع او مسجد musk musk هنشوف هنا اكسرا بوكالوري يعني المزيد من المفردات زي ايه رمضان رمضان ده شهر رمضان الكريم ده احد الشهور الهجرية اللي بيصوم فيه المسلمين شام النسيم شام النسيم ده طبعا مناسبة معروفة حتى ده عيد من ايام الفراعين بنحتفل بيه بحاجات كتير لسه هنحكي فيها في الدرس نفسه شوال شوال ده شهر شوال شهر هجري اللي بييجي بعد رمضان على طول اللي هو فيه عيد الفطر بارك بارك هيو حديقة عامة او منتزة حديقة عامة او منتزة اللي بيبقى الاماكن العامة نحن روح نتفسح فيها ناتس ناتس يعني مكسرات تشمل كل انواع المكسرات البندق واللوز والكل انواع المكسرات وعين الجمل والفول السوداني كل ده اسمها ايه ناتس ناتس يعني مكسرات نون مون قمر مون قمر اسلاميك منث اسلاميك منث يعني شهر اسلامي طبعا منث يعني شهر اسلاميك منث شهر اسلامي ايه هي شهر اسلامي هي الشهور الهجرية الشهور الهجرية كابتك كابتك ايستر كابتك ايستر هو عيد القيامة هو العيد القبطي قبطي. عيد القيامة. يعني نزهة خلوية. نزهة في الخلاء اللي احنا بنروح فيها الاماكن المفتوحة الاماكن الخضرة. نزهة خلوية. يعني مخبز جاية من الفعل بيك بيك بي اي بس كده يعني يخبز. بيكري اللي هو المخبز. المخبز نفسه. سانسيت. سانسيت غروب الشمس. سانسيت غروب الشمس. ناس. نشوف هناك يعني تصريف الافعال. وطبعا مش هنزهق ابدا ان احنا نفكرك على طول ان في افعال منتظمة. تمشي على النظام. تمشي على القعدة. باضافة دي او اي دي او اي دي للفعل علشان يبقى في زمن الماضي البسيط. هنا present في المضارع زي ايه? happen. happen يحدث. happen يحدث. happen. happen. ضفنا اي دي حادثة. call. call يعني يدعى او يسمى. اسمه كذا. يسمى كذا. call. call يدعى او يسمى. call. call. هنضيف اي دي هيبقى ايه? سمية كذا. decorate. decorate يعني يزين. decorate. يزين. decorated. decorated يعني زينا ضفنا اي دي. die. die يعني يصبغ. يصبغ بالالوان. add. add يعني يضيف. add. يضيف. added. added. اضافة. added. اضافة. طيب. هنشوف هنا irregular verbs. افعال غير منتظم. في المضارع زي ايه? مين. مين يقصد او يعني يقصد او يعني مين. منت. منت يعني قصادة. قصادة. يقول ايه? منت. كذا الفعل درنالوتي. where. where يرتدي. where يرتدي. war. war يعني ارتدى. spend. spend. يعني يقضي يقضي وقتا او يقضي اه فصحة. هكذا. وممكن كمان تجي معناه ينفق. ينفق المال او النقود. spend. spend. هيبقى في الماضي. spent. spent. يعني انفقة او قضى. طبعا نلاحظ ان دول irregular verbs افعال غير منتظمة. شكل الماضي بيختلف عن الضارع. نشوف هنا صفحة كام 86. فيها important expressions and propositions. يعني تعبيرات همة وحروف جرهم. during the day. during the day. يعني خلال النهار. على بعضها كده. during the day. during the day. خلال النهار. in the month of. in the month of. يعني في شهر كذا. يجي بعدها اسم شهر. in the month of. it's a time to. انه حان الوقت لي. حان الوقت لي. دواءت كذا. it's a time to. ونقول بعدها نعمل ايه. in the first day of. in the first day. في اليوم الاول. of. كذا. في اليوم الاول من. كذا. until. until معناها حتى sunset. غروب الشمس. لحد ما يجي وقت غروب الشمس. until sunset. think about. think about. يعني هذا سؤال جيد. that's a good question. هذا سؤال جيد. pop quiz on vocabulary. عندنا quiz على. يعني اختبار قصير. على vocabulary. الجزء اللي احنا قرينا دلوقتي. look and write words. يعني انظر واكتب الكلمات. طبعا انت لسه ما حفزتش الكلمات. هتاخد فرصتك. تحرر. حفزهم ان شاء الله كويس وتعرفهم. عشان تعرف تكتبهم هنا. ده ايه. mosque. mosque يعني جامع او مسجد. ده كحكة. كحكة العيد. اما دي park. park يعني منتزة. nuts. nuts. اللي هي المكسرة. طبعا احنا قلنا بمختلف انواعها. number two. look and complete. انظر واكمل. عندنا هنا طبعا ده فنوس رمضان. والبلح كل ده يشير الى شهر ايه. رمضان. رمضان. هنا bakery. bakery مخبز. اما هنا عيد الفتر. عيد الفتر. هو كده في عيد الفتر بيتناول كحكة العيد. number four. nuts. nuts اللي هي المكسرة. تقولنا كل انواع المكسرة. هنا دي ايه. picnic. picnic اللي هي نزهة. نزهة خلوية احنا قلنا في المساحات الخضرة. في المساحات الواسعة. sunset. sunset. غروب الشمس. sunset. هنشوف هنا صفحة 87 فيها. lock. انظر. and read. واقرأ. عيد الفتر. in Egypt. يعني عيد الفتر في مصر. عيد الفتر. is a Muslim festival. هو عبارة عن احتفال اسلامي. احتفال اسلامي. خماصلم. festival. the month before عيد is called رمضان. the month before يعني الشهر الذي قبل العيد is called يسمى رمضان. شهر الاول عيد اسمه شهر ايه؟ رمضان. in رمضان في شهر رمضان. many muslims fast during the day. المسلمون يصومون during the day. يعني خلال النهار. this means they don't eat or drink until sunset. this means يعني هذا يعني. هذا يعني. ايه هو الصيام. عيز عرفك ايه هو الصيام. this means they don't eat or drink. هم لا يأكلون او يشربون until sunset. حتى غروب الشمس. in the month of ramadan. في شهر رمضان. people think about يفكرون في the past year. في العام الماضي. they think about the things they did well. يعني هم يفكرون في the things. الاشياء they did well. التي التي فعلوها جيدا. الاشياء الحلوة اللي هم عملوها العام الماضي. and the things they want to do better. والاشياء التي يريدون ان يفعلوها بشكل افضل. better يعني افضل. it is also a time to help other people. انه ايضا وقت مساعدة other people. معناها الاخرين. الناس الاخرين. ده وقت مساعدة الاخرين. هو في شهر رمضان. هنشوف هنا بيقول ايه. when is عيد الفطر. when معناها متى بيسأل عن الموعد. is عيد الفطر. موعد عيد الفطر امتى. that's a very good question. يعني هذا سؤال جيد جدا. it's different every year. الموعد مختلف كل عام. ليه؟ عيد happens in the first day of the tenth islamic month. من الاول. عيد happens يعني العيد يأتي يحدث. happens دي معناها يحدث طيب. عيد happens يعني العيد بيأتي يأتي امتى؟ in the first day في اليوم الاول. of the tenth islamic month. من الشهر الاسلامي. يعني الشهر الهجري. العاشر. اللي هو ايه؟ called شوال. شهر شوال ده ترقيمه رقمه. كام رقم عشرة في الشهور الهجري. اول يوم فيه هو ده موعد عيد الفطر. the month starts when people see the new mood. the month الشهر starts يبدأ. when عندما people الناس see the new moon. يعني يروا القمر الجديد. طبعا كل شهر بيبدأ بهلال. نحن بنقول عليه هلال الشهر. هل الال الشهر ده بيدل على ان الشهر الجديد بدأ. في عيد الفطر ده يوم واحد من شهر شوال. واحد من شهر شوال والشهر العاشر من الشهور الهجري. نشوف هنا بيقول في صفحة 88 يعني الكثير من الكحك. احنا قلنا الوحدة بتاعتنا شغالة احتفالات ومناسبات وحاجات شريقة جدا جدا. كحك are delicious cookies. بعرف لك ايه هو الكحك. delicious cookies يعني كعكات لذيذة. أساسا cookies معناها كعكات. people or biscuit. people eat. كحك to celebrate. الناس يأكلون. الكحك اللي يحتفلوا. they have nuts, sugar and honey in them. الكحك ده في ايه بيحتوي على ايه؟ nuts مكسرات, sugar, sugar and honey وعسل in them فيها في الكحك ده. many families make kahk. يعني الكثير من العائلات او الاسر make kahk تصنع الكحك. but you can buy them from a bakery too. يمكنك شراؤهم ايضا اللي هو الكحك. from a bakery من المخبز too. دي معناها ايضا. نشوف هنا بيقول عيد مبارك. ادي حتى عندك مكتوب بالعربي عيد مبارك. عيد is a time of celebration. العيد هو وقت الاحتفال. and for being happy. ويهي أن تكون سعيد. people say. الناس يقولون عيد مبارك. في العيد بيقوله عيد مبارك to their friends لأصدقائهم. people go to the mosque. الناس يذهبون لماسك المسجد and spend time with their families. ويقضون الوقت. يقضون وقتهم مع من؟ with their families مع عائلاتهم. they eat delicious food and celebrate. هم يأكلون طعام لذيذ. ويحتفلون. نشوف هنا باب كويز على فقرة الريدنج اللي احنا قريناه عن حاجات كتير. عن رمضان وكحك العيد والصيام وهكذا. what is عيد الفطر. what معناها ما أو ماذا. طيب ما هو عيد الفطر. it's a Muslim festival. إنه احتفال إسلامي. احتفال للمسلمين. well it's a new year's eve. a new year's eve. يعني ليلة السنة الجديدة. ليلة رأس السنة الجديدة. ها هو عيد الفطر. هو a Muslim festival. يعني احتفال إسلامي. number two. what do Muslims do in Ramadan. يعني what معناها ما أو ماذا. what do Muslims do. ماذا يفعل المسلمون في رمضان. they eat during the day. هم يأكلون خلال النهار. ولا they fast during the day. طبعا they fast. هم يصومون خلال النهار. number three. what are كحك. ما هو الكحك. الكحك هو delicious cookies. يعني كحكات لذيذة. ولا delicious nuts. ما كسرات لذيذة. لا الكحك ده مخبوز. cookies. يبقى delicious cookies. number four. what is the name of Islamic month. ما هو اسم الشهر. الإسلامي. الشهر الهجري. when عيد الفطر starts. عندما يبدأ عيد الفطر. الشهر اللي يبدأ فيه عيد الفطر هو ايه. شوال. ولا رمضان. طالما العيد يبقى شوال. هنشوف هنا صفحة 89. look. انظر. read. اقرأ. and identify. وعرف او تعرف على. شم النسيم. شم النسيم اللي هو طبعا شم النسيم بتاعنا كلنا عارفينه. اول حاجة هنا في الصورة الاولى بيقولك ايه. we play in the park. يعني نلعب في الحديقة. هادي اطفال واضح جدا ان هما بيلعبوا في الحضائق العامة. we die eggs in different colors. يعني نصبغ البيض بألوان مختلفة. احنا قلنا الفعل die هنا معناها يصبغ. يصبغ البيض بألوان مختلفة. هادي البيض الملون. هنا number three. we have a big picnic at gardens. يعني we have a big picnic. يعني نقوم بنزهة كبيرة. نزهة خلوية. at gardens في الحضائق. we eat salted fish and onions. يعني نحن نأكل السمك المملح and onions ويبصل. كل الحاجات دي احنا بنعملها في عياد شم النسيم. pop quiz on reading. عندنا قوز صغير. امتحان صغير على فقرة reading. اللي هي عن موضوع شم النسيم. read and match. اقرأ وصل. question. السؤال هنا. وانسر الإجابة. السؤال الأول بيقول. who celebrates شم النسيم. يعني من يحتفل بشم النسيم. who معناها من. مين بيحتفل بشم النسيم. هنقول. it's the start of spring. يعني هو بداية الربيع. ولا Egyptians celebrate شم النسيم. يعني المصريين يحتفلون بشم النسيم. ولا they decorate eggs. make a big picnic and visit parks to celebrate. يعني هم يلونون البيض. او يزخرفون البيض. يزينون. the decorate معناها يزين. البيض make a big picnic. يعني يقومون بنزهة خلوية كبيرة. and visit parks. ويزورون المتنزهات to celebrate. ليحتفلوا. ولا هنقول. they fast during the day. يعني هم يصومون خلال النهار. اكيد انت نسيت السؤال. نجيب السؤال تاني. who celebrates شم النسيم. من يحتفل بشم النسيم. على طول هنقول له. Egyptians. المصريون يحتفلون بشم النسيم. number two. when is شم النسيم. وين معناها متى بيسأل عن الموعد. فين الإجابة هتقول لنا الموعد. it's the start of spring. هو بداية الربيع. شم النسيم امتى في بداية الربيع. what do people do during the festival of شم النسيم. ماذا يفعل الناس في احتفال شم النسيم. اهو الحاجات الكتير دي. they decorate eggs. يزينون البيض make a big picnic. يعني يقومون بنزهة خلوية. and visit parks. يزورون. الحضائق العامة to celebrate ليحتفلوا. لكن fast the. عبارة عن شهر الصيام. بتكلم عن الصيام. لكن موضوع الأسئلة عن شم النسيم. نشوف هنا صفحة 90. بيقول general exercises on lesson 3. يعني تدريبات عامة على الدرس. ثلاثة كله. number one. choose a correct answer from ABC. ما فيش دي. خلاص. لحد C فقط لغي. هنا. عيد الفطر is a Muslim. عيد الفطر هو عبارة عن ايه اسلامي. month شهر اسلامي. هو ينفع العيد يكون شهر. لا. ولا festival festival اللي هو احتفال. ولا listen ders. لا. خبعا festival. a Muslim festival يعني احتفال اسلامي. number two. we celebrate. نحن نحتفل شم النسيم. بشم النسيم. in. امتى winter. في الشتاء. summer. صيف. spring. الربيع. طبعا نحتفل بي. بالربيع. حتى البعض بيقول عليها عيد الربيع. number three. هنا بيقول we paint. يعني نحن ندهن. and decorate. decorate. decorate يعني نزين. ندهن او نلون. يبقى paint. دي معناه يلون او يدهن. and decorate. decorate يعني نزين. يقول نزين ايه من الحاجات دي. ان شم النسيم. في شم النسيم. بنزين ايه. eggs. البيض. ولا sweets. حلويات. ولا pictures. صور. طبعا eggs. number four. we go to the. نحن نذهب الى. ناخد مكان من الاماكن دي. and see a lot of beautiful flowers and trees. ونرى الكثير من beautiful flowers. يعني الزهور الجميلة. and trees. والاشجار. بنروح فين عشان نشوف الحاجات دي. libraries. المكتبات. cinemas. السينما. ولا parks. اكيد parks. اللي هي الحضائق العام. او المنتزهات. number five. the muslims. the muslims. اللي هما المسلمون. عايزين نقول بيعملوا ايه من ده. من الافعال دي. during the day. خلال النهار. ان رمضان. بيعملوا ايه في نهار رمضان. celebrate. يحتفلوا. fast. يصوموا. buy. يشتروا. طبعا fast. طالما رمضان يبقى fast. يعني يصوم. number two. read and complete. اقرأ واكمل the text. النص. with words from the box. بكلمات من الصندوق. هي كلمات الصندوق. winter. شتاء. spring. ربيع. salted fish. يعني سمك مملح. families. يعني عائلات او اسر. شم النسيم is celebrated by Egyptians. يعني شم النسيم يحتفل به بواسطة المصري. it's a festival. يعني انه مهرجان او احتفال. that celebrates. it's. الذي يحتفل به. the start of. هو شم النسيم. نحتفل به به. the start of. بداية. بداية ايه? the start of spring. يعني بداية الرابع. شم النسيم ده. هو اللي بنحتفل فيه. ببداية الرابع. عيب. هنكتب هنا spring. يعني الرابع. نكبر كده شوية. بعد كده. هنا بيقول ايه? we eat. نحن نأكل. نحكل. نأكل ايه? cold. في سيخ. during 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 شم النسيم. لناكل شيء اسمه في سيخ. during شم النسيم. ايه هو? الفيسيخ هو salted fish. يعني سمك مملح. salted. هذه salted. salted fish. يعني سمك مملح. هذه salted fish. طيب هنا we go. to the parks. نحن نذهب للحضائق العامة. with our to have a big picnic. to have big picnic. يعني نحصل على نزهات خلوية. نروح مع مين? with our families. مع عائلاتنا. هذه families. هذه families. يعني عائلات. نشوف بعد كده صفحة 91. reorder. يعني قعد الترتيب. the words. الكلمات. to make correct sentences. لتصنع الجمل صحيح. number one. does. does. هنا. ده فعل مساعد. نستخدمه في زمن المضارع البسيط. في السؤال. festival. 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 يعني احتفال. when. متى. the. معناها القل. تيجي قبل الاس. start. يبدأ. عايز يقول when. نبدأ بها. when. a. when. ادي كلمة الاستفهام. بعد الفعل المساعد. اللي هو. does. بعد كده. الفاعل هنا. اللي هو. the festival. نقول. the. وبعد كده. festival. ونقول. start. الفعل الاصلي. طب السؤال. معناها ايه. when. does. the festival. start. ادي. when. معناها متى. does. the festival. يعني. الاحتفال. start. يبدأ. متى يبدأ. الاحتفال. هو ده السؤال. number two. play in. معناها يلعب في. parks. اللي هي المنتزهات. او الحضائق العامة. we. نحن. the. معناها. l. تيجي قبل الاسم. in. ده حرف جر. شام النسيم. اللي هو. شام النسيم. هنبدأ ب. we. we. كده. الفاعل. عشان دي جملة عادية. مش سؤال. نبدأ بالفعل. بعد الفعل نقول ايه. الفعل نقول. we. a. we play in. يعني. نحن نلعب في. نلعب في ايه. in. the. نقول. the. وبعد كده نقول. parks. يبقى. we play in the parks. نحن نلعب في. الحضائق العامة. امتى. in. شام النسيم. في شام النسيم. يبقى. هنقول. in. وبعد كده. شام النسيم. نقول الجملة على بعضها. we play in. نحن نلعب في. the parks. اللي هي الحضائق العامة. او المنتزهات. in. شام النسيم. في شام النسيم. number three. and. معناها. have. معناها. به او في. sugar. سكر. كحك. هو ده اللي هنبدأ به. nuts. مكسرات. honey. honey. يعني. آآ. عسكر. طيب هنبدأ به. الكحك. اول حاج. هو ده. الفاعل. بعد كده هنجيب الفعل. فانه. الفعل هنا. have. يبقى. كحك فيه ويخبر اولا سعر شجر طيب ما نسمح نعلم تقول نطس نقول لا وهو مكسرات وبعد كده عسل وبعد كده نقول شجر لاحظ حلامة الترقيم دي الآن هي اسمها كومة نقول اول حاجة الاسم وبعد وانما نكون بنعد حاجات نقول سكر ومكسرات وعسل وووو نقول كومة اول حاجة نقول الاسم الاول وبعد كومة بعد كده نقول اسم كمان تاني والاسم التالت الحاجة التالتة اللي احنا عزلنا نصنفها نقول قبلها يعني بص كده هنعمل ايه هنقول كحك الكحك به شغر سكر عشان بعدها ونقول بعدها نطس نطس اللي هو المكسرات بعد كده نقول الأخير لازم ياخد آخر حاجة نقولها تاخد وهدي نومبر سكس الكحك به الكحك به كحك هاذ به ايه شغر سكر نطس مكسرات هني وعسل نشوف هنا نومبر فور بيقوله read the passage and answer the questions يعني اقرأ الفقرك واجب عن اسئل هيتكلم عن رمضان رمضان is a very important month four muslims يعني رمضان شهر هام جدا four muslims للمسلمي ان رمضان في رمضان many muslims fast during the day المسلميون يصومون في during the day خلال النهار this means هذا يعني they don't eat or drink until the sunset هم لا يأكلون او يشربون حتى غروب الشمس وكده بيعرف ايه هو الصيام in the month of Ramadan ايه شهر رمضان people think about الناس يفكرون في last year العام الماضي طبعا بنعتزر عن الصورة صورة مش كويسة يعني مش واضحة جدا هنقول ايه they think about هم يفكرون في what they did well يعني ماذا فعلوه جيدا and the things they want to do better والاشياء things الاشياء they want to التي يريدون to do better ان يفعلوها بشكل افضل it's also a time to انه ايضا الوقت to help other people لمساعدة الناس اخرين عيد الفطر is in the first day of 10th Islamic month عيد الفطر فين امتا in the first day في اليوم الاول of the 10th Islamic month من الشهر الهجري الخامر العاشر الشهر الهجري العاشر دي 10 وبعد دي هاتي اتش دي معناها 10th العاشر called شوار الشهر ده اسمه شوار the month starts يعني الشهر يبدأ when people see the new moon عندما يرى الناس the moon القمر الجديد the new moon read and write t true or f false اقرأ واكتب t لو العبارة صحيحة f لو العبارة خاطئة حسب الفقرة دي رمضان is an Islamic month يعني رمضان هو شهر اسلامي شهر هجري ايوة العبارة دي صحيحة يعني هنكتب هنا true هادي true هنكتب t true طيب فندلنا هو هو بيقول رمضان هنا رمضان is a very important month for muslims يبقى ده Islamic month نشوف هنا number two muslims fast يعني المسلمون يصومون during the night in Ramadan يصومون خلال الليل في رمضان لا طبعا العبارة دي false لان هما بيصوموا امتى during the day in Ramadan اوكي هما بيصوموا during the day of Ramadan فين دليلنا دايما ندور على الدليل في الفقرة هو مش بيديهن كده وخلاص اهدي الدليل عندك في الفقرة بيقول many muslims fast during the day during the day يعني خلال النهار مش الليه number three during Ramadan يعني في خلال رمضان people want to do الناس يريدون ان يقوموا او يعني يفعلوا يفعلوا ايه worse actions worse actions يعني افعال اسوأ افعال اسوأ هالعبارة دي صحيحة ولا خاطئة لا طبعا false اكيد طيب دليلنا موجود عندك في الفقرة اهو بيقول they want to do better better يعني اشياء افضل better عكسها على طول worse يعني اسوأ better افضل worse يعني اسوأ be answer the following questions يعني اجب عني الاسئلة التالية برضو على الفقرة what does the word fast mean ماذا تعني كلمة fast mean يعني تعني ماذا تعني كلمة fast هنجيبها على طول من الفقرة هنجيب القلم كده ونقول اني معنى fast معنى ياسمون هنقول this means هذا يعني they don't eat or drink until the sunset هم لا يأكلون او يشربون حتى غروب الشمس ده تعريف كلمة fast اللي هو صيام number five هنا بيقول when is عيد الفتر when معنى متى متى عيد الفتر هنجيبها هنا من الفقرة بتقول عيد الفتر is in the first day في اليوم الاول of ten islamic month شوال في اول يوم من الشهر الهجري العاشر الذي اسمه شوال هي دي اجابتنا هنا في number five نكمل هنا صفحة 92 read and match a with b اقرأ واصل a with b عيد الفتر is عيد الفتر هو ايه the day in رمضان اليوم في رمضان in شام النسيم في شام النسيم you can buy them from a bakery يمكنك ان تشتريهم من المخبز to celebrate عيد الفتر اللي نحتفل بعيد الفتر a muslim festival يعني احتفال اسلامي ولا comes after رمضان يأتي بعد رمضان لما هنبدأ نقول عيد الفتر هو ايه هو عيد الفتر is a muslim festival هذه هن a muslim festival يعني احتفال اسلام number two people fast during الناس يصمون during خلال ايه على طول هندور على كلمة ايه the day in رمضان اهي يعني يحتفلون اه يصومون الناس يصومون خلال نهار رمضان شوال شوال ده شهر شوال هنقول عليه ايه شوال comes after ramadhan يعني يأتي بعد رمضان comes after ramadhan number four people make كحك الناس يصنعون الكحك ليه الناس يصنعون الكحك to celebrate عيد الفتر ليحتفلوا بعيد الفتر قدامها على طول number d number five many families make كحك but يعني الكثير من العائلات يصنعون الكحك لكن لكن ايه but you can buy them from a bakery لكن يمكنك ان تشتريهم من المخبز بنبه على حاجة بالنسبة لأطفال اللي هم بيبقى صعبة عليهم حفظ بعض الكلمات وعايزين نقول يا جماع الموضوع مش مجرد حفظ كلمات فقط ممكن حاجات كتير يفهم فيها الفكرة يعرف الفكرة يعرف الكلمات دي شبه الكلمات شكل الكلمات بيدل على ايه على طول هيعرف يحل سؤال زي ده مايبقاش شغلنا الشاغل تسميع الكلمات تسميع الكلمات على طول هنشوف نمبر سيكس هنا بيقول يعني نضع علامات الترقيم للجمال التالية نمبر ون وين از عيد الفطر طبعا وإحنا مغمضين أول حاجة حرف الدبريو ده لازم يبقى كابتل لأنه بداية الكلام وين از عيد الفطر أسماء الأعياد المناسبة والاحتفالات الرسمية تبدأ حرف كابتل يعني حرف اي ده يبقى كابتل حرف اي اللي هو بداية كلمة الفطر يبقى كابتل وقالي حرف الاف ده اللي هو بداية الجزء التاني من كلمة الفطر برضو حرف الاف يبقى كابتل خلصنا كده ده سؤال يبقى نضع يعني علامة استفهام هنا نضع نمبر اول حاجة حرف دبريو لا يبدأ كابتل كده مفيش اي حاجة هنا نضع اخر حاجة في الصبع عشان لي جملة عدي بعد كده نمبر سيفن بيقول ايه write a paragraph اكتب فقرة من اربع جمل using the following guiding elements يعني باستخدام العناصر الارشادية التالية الموضوع عن ايه the month او رمضان يعني شهر رمضان في هنا guiding words كلمات مرشدة ممكن تستخدمها عشان تكتب الفقرة المطلوبة منك زي ايه fast هنا احنا قلنا fast معناها يصوم وممكن تيجي بمعنى صوم muslims اللي هم المسلمين sunset غروب الشمس help يعني يساعد طيب هنقول ايه muslims اول حاجة نبدأ مسافة كلمة هنا نسيبها فرق بعد كده هنقول muslims المسلمون ايه المسلمين بيعملوا ايه fast during the day of ramadan يعني يصومون خلال النهار نهار ايه رمضان they don't eat or drink until sunset يعني هم لا يأكلون او يشربون حتى غروب الشمس they help other people هم يساعدون الاخرين يساعدون الناس الاخرين اي لايك رمضان انا احب شهر رمضان كده وصلنا لحد صفحة 92 شاء الله تابعونا عشان نكمل باقي الوحدات بتاعتنا وباقي المنهج بتاعنا وبفكرت ان احنا برضو شغالين من كتاب جيم لو حابب تتابع معانا في نفس الكتاب تابعونا على قناة انجليزي ابتدائي مع مسانا السمان والسلام عليكم ورحمة